بسم الله الرحمن الرحيم احنا النهاردة جايين نعمل تقرير من ملعب الاهلي والسلام هنشوف الملعب عامل ازاي والتجديدات اللي حصلت في الملعب ان شاء الله عشان المباراة ان شاء الله يوم السبت القادم مباراة نادي اهلي ونادي الترجي في لقاء العودة ان شاء الله من خلال او داخل ملعب الاهلي والسلام اه من تجديدات كتيرة وحاجات كتيرة حصلت هنشوفها مع بعض دلوقتي علشان برضو يبقى جمهور نادي الاهلي شايف معانا الملعب وبيحصل في ايه والملعب اللي هتلعب عليه المباراة هيبقى شكله عامل ازاي والدنيا ماشي ازاي اه يعني خلينا نبدأ بارضية الملعب خلينا نبدأ بارضية الملعب لان طبعا ارضية الملعب هي المهمة بالنسبة لنا وهي الاساس لنا يعني ان الملعب لعبة كلها بتنتظر هذه اللحظة اللعبة كلها بتنتظر اللحظة اللي حننزل فيها اه ارض الملعب زي ما حضراتكم شايفين هو هنا الملعب يعني بسم الله من شاء الله حاجة جميلة جدا والارض زي ما انتو شايفين كده اه حاجة محترمة وحاجة حلوة جدا خلينا نكمل في الشمس برضو عشان الناس نشوف مدى الاهتمام بهذه المباراة ومدى الاهتمام بارضية الملعب والتجديدات اللي دايما بتحصل خلال كل فترة على ملعب الاهلي والسلام اه لان انت بتتكلم على الكبير النادي الاهلي ما تيجي دايما تتكلم على الكبير لازم تبقى كل حاجة حلوة وكل حاجة كويسة فالحقيقة يعني ياريتني كنت لابس شورت وشورت النادي الاهلي عشان ألعب شوية لكن بسم الله من شاء الله ارضية ملعب رائعة ارضية ملعب حلوة جدا زي ما حضراتكم شايفين هات الملعب كله برضو عشان الجنهور النادي الاهلي يشوف ايه اللي بيحصل في اه او اللعيبة هتلعب ازاي في ارض الملعب ارض ملعب رائعة بسم الله من شاء الله حاجة حلوة جدا وحاجة كويسة جدا يعني حاجة جميلة لو حد عايز يلعب طبعا صور اللاعبين الاستاذ بالكامل امام حضراتكم اه حاجة حلوة بصلاحة بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله حاجة جميلة جدا عايزين برضو نروح نشوف الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي انا متأكد ان شاء الله انها هي هتبقوا حضراتكم مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على الملعب اللي حيلعب فيه نادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم ملعب الاهلي والسلام غالبا المسلماني بيقعد هنا يعني الحقيقة حاجة جميلة جدا مع اتباع كل الاجراءات الاحترازية طبعا برضو القادة حلوة دنيا وبين كل القادة لطيفة وحلوة نتبنى ان شاء الله ان يوم السبت تطلع المباراة على قد المستوى اللي احنا عايزين وان شاء الله انها دي الاهلي يتأهل ويصل ان شاء الله ان شاء الله الى الدور النهائي عمري ما قاعدت طبعا في الكرسي دا يكنوا دايما بعض في الكراسي البعيدة التانية لكن القاعدة في الكرسي دا حاجة جديلة جدا انا عايز برضو نطلع نشوف المقصورة المقصورة عاملة ازاي وايه اللي حصل طبعا احنا لسه بنحاول يعني قبل المطش بيوم ولا بيومين بنوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل علشان تعرفوا الدنيا ماشية ازاي والامور ماشية ازاي خلينا برضو نروح للمقصورة الرئيسية في استاد الاهلي والسلام حاجة جميلة جدا تم تغيير الكراسي اللي موجودة لحضراتكم دايما او الجمهور اللي بيبقى متواجد بالعدد المحدود اللي هيبقى موجود اه هيقعد عليها هتبقى حاجة ان شاء الله كويسة جدا وطليق دائما بالكبير بالنادي الاهلي اه لازم تبقى حاجة طليق بكل شيء تعالوا نطلع نبص على الموضوع ده قبل بقى منخش على غرفة الملابس غرفة خلع الملابس للعبين وبتبقى الدنيا جوا غرفة خلع الملابس عاملة ازاي نطلع نشوف المقصورة يعني طبعا دلوقتي لسه يعني طبعا دمنا يومين ولا حاجة بيتم الاستعداد للمباراة بكل الأشكال بالحفاظ على كل شيء هنا جوه هذا الاستاذ الرائع الحقيقة الاستاذ الاهلي والسلام زي ما حضراتكم شايفين تعالوا نبص برضو على الكرسي الكرسي اللي اتعملت طبعا شعار النادي الاهلي متواجد كرسي حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة يعني بسم الله ما شاء الله تبقى القعدة ان شاء الله ان شاء الله يبقى يوم السبت القادم تبقى المباراة يعني حلوة تبقى مباراة حلوة تبقى مباراة برضو نقعد شوية برضو نشمع محتر فان شاء الله تبقى المباراة حلوة وان شاء الله نقدر نكسب ان شاء الله ان شاء الله ونصل الى الدور النهائي زي ما دايما بقول لحضراتكم ان لسه تسعين دقيقة تسعين دقيقة القادمة ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله ربنا حيكرمنا ونصل الى ما هو ابعد ان شاء الله ونصل الى الدور النهائي وساعتها بقى لكل حدث حديث برضو انا حبيت ان انا اوري لحضراتكم استاد الاهلي والسلام ده الاستاد من الخارج يعني قد كده بقى الاستاد من المحة التانية الاستاد من الخارج حاجة جميلة جدا او يعني ارض الملعب حاجة جميلة جدا المدرجات حاجة جميلة جدا كل شيء مستعد كل شيء جميل كل شيء لطيف جدا خلنا بقى نروح لغرفة خلع الملابس نشوف ايه اللي بيحصل في غرفة خلع الملابس لانه هو ده الاساس هو ده اللي احنا دايما اه بيحصل في كل شيء محاضرة الفنية الاخيرة maintain اللاعبين بيبقوا بيعملو ايه كل حاجة تبقى في غرفة خلع الملابس وحاضرتك بقى بتشوف اللاعبينوهم متوجدين على ارض الملعب ويبتروا يسخنوا ويعملوا كل ده الحمد لله كل حاجة زي الفل هنا والدنيا مستعدة تماماً إن شاء الله المباراة يوم السبت وإن شاء الله ربنا يكرمنا وتبقى المباراة على أعلى مستوى إن شاء الله يعني طبعاً ملعب الأهلي والسلام يرحب بكم والدخلة بقى احنا دلوقتي داخلين على غرفة خلع الملابس تبضلوا زي ما قلت لحضراتكم كل حاجة جاهزة برة خلينا نخش نشوف جوه إيه اللي بيحصل ده المكان أنا أعتقد أن ده المكان اللي بيسخم في اللعيبة نادي القرن الأفريقي الأكثر تتويجاً في مصر الأكثر تتويجاً في أفريقيا الأكثر تتويجاً في العالم في القرن الـ 21 حكايات كتيرة جداً 42 دوري مصري 37 كاس مصر حاجات حلوة جداً وحاجات يعني أنا بشكر كل القائمين على العمل في أستاذ الأهلي والسلام يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جداً وزي ما حضراتكم شايفين اللعيبة بتخش في هذه الأجواء اللعيبة بتبقى تخيل حضرتك أن إحنا النهاردة السبت قبل المباراة الساقة بساعة اللعيبة وصلت ونزلة عشان بتلبس عشان تسخم بتشوف الحاجات دي بتشوف علي معلول بتشوف ديانجو وفتحي وبدل بنون بتشوف عجائية بتشوف اللعيبة بتشوف نفسها وهي موجودة والحماس اللي موجود دايماً بنحاول ننقلولكم من خلال وجودنا في المكان اللي بيبقى متواجد في العبيد زي ما حضراتكم شايفين حاجة ممتعة جداً وحاجة حلوة جداً مرة تانية أنا بشكر كل القائمين على العمل في أستاذ الأهلي والسلام حاجة محترمة وحاجة جميلة جداً هنا القضية ممكن هنا القضية ممكن ومجدي أفشا يعني الواحد هنا مؤمن زكريا مؤمن زكريا ودائماً الحركة الشعيرة للمؤمن زكريا زي ما حضراتكم عارفين كل الحاجات دي تحفيزية كل الحاجات دي بتخليك أنا بتخلييني أنا كلاعبة بقى داخل ايه الجمال وايه الحلوة دي كلها حاجة جميلة جداً وحاجة محترمة جداً خلنا نبقى نخش لغرفة الملابس زي ما حضراتكم شايفين دي غرفة الملابس اللي بيبقى فيها متواجد اللاعبه المادي الأهلي أول ما بتخش بتلاقي الأبطال في وشك كل الأبطال متواجدين الشناوي، شوبير، كابتن مصطفى شوبير، كابتن علي رطفي، كابتن محمد الشناوي وبرضه بسولية وأيمن أشرف وأجاييه ومروان أنا آسف ورمي ربيعة وبدل بنيه خلينا نتحرك كده نشوف اللاعبين ما بيبقوا عادين أهو بيبقوا عادين في هذه الأماكن أنا باوري حضراتكم كل ما يخص يوم المباراة أو ما قبل المباراة ما قبل المباراة بيبقى الناس بتبقى هنا لعبت الفريق نادي الأهلي بيبقوا متواجدين في هذا المكان أو نجوم نادي الأهلي بيبقوا متواجدين في هذا المكان هنا بقى ممكن يقعد عشان لو بيسخن بيتدلك حاجة كده قبل المباراة حاجة خفيفة جدا قبل المباراة يسخن يتدلك يعمل أي حاجة علشان يبتدي ورمينج أب للمباراة طبعا دي شاشة موجودة لو في أي حاجة عايز يقولها لهم بيتسو موسيماني مجيل الفني للنادي الأهلي بيوري لهم ممكن تكون جملة عايز يوريها لهم حاجة بيوريها لهم على الشاشة مصليات طبعا متواجدة في كل الأماكن عشان تتفرش لو حد عايز يصلي لو وقت صلى لو حد عايز يصلي طبعا فيه لعبة كتيرة جدا بتصلي قبل المباراة حتى لو ما فيش وقت صلى بس بتصلي قبل المباراة هنا ممكن نخش في الآية بتاخد شاور وكل حاجة هنا متواجدة الحقيقة وعلى أعلى مستوى بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة يعني حبيت النهاردة ان انا اوري لحضراتكم اعيش نعيش في المطش من النهاردة كل تركزنا في المباراة مباراة صعبة مباراة مهمة مكتب بيتسو موسيماني مدير الفني برضو متواجد انا برضو لو عايز يشرح اي حاجة من خلال الصبورة اللي امام حضراتكم الصبورة دي ممكن يشرح مين اللي هيلعب ناحية اليمين مين اللي هيلعب ناحية الشمال عايز يشرح جملة معينة او حاجة معينة يشرحها من خلال الصبورة يعني الواحد جات له مشاعر كتيرة جدا يعني انا عايز البس وانزل العب من دلوقتي يعني عالي معلول ووجود عالي معلول الحقيقة يعني كلها حاجات حلوة جدا وكلها حاجات لطيفة حبيتا اللي حضراتكم استاد الاهلي والسلام عامل ازاي استاد السلام في اب استاد الاهلي والسلام في ابها صورة ليه سواء في الملعب واردكم نجيلة عاملة ازاي مقاعد البودلاء والمدير الفني والاداريين عاملة ازاي حتى المدرجات بسم الله ان شاء الله حاجة جميلة جدا انا بشكر الشركة استادات الحقيقة على المجهود الكبير اللي عاملينه في ملعب الاهلي والسلام حاجة رائعة وحاجة محترمة جدا بشكركم كان تقرير بسيط علشان نعيش في الماتش ونعيش في جو الماتش من دلوقتي شكركم مكمل كلام